بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع في مقرر الرياضة المالية الوحدة الثانية عشرة سداد القروض طويلة الأجل بفائدة مركبة سداد الديون طويلة الأجل واستهلاكها عندما يتم الاقتراض من البنك فإن القرض يمثل القيمة الحالية المدفوعة من قبل البنك مقابل دفعة عادية أو فورية يتم سدادها دوريا تسمى القصد الدوري بمعنى إذا مثلنا عملية الاقتراض من البنك بالرسم المعروف على خط الزمن هناك مبلغ القرض وهو عبارة عن قيمة حالية present value هذه القيمة الحالية تقابل ماذا؟ تقابل دفعة منتظمة متساوية مبلغها PMT 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 اللي هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن القصد إذن PMT هي القصد والقرض هو عبارة عن القيمة الحالية لهذا القصد القيمة الحالية لدفعة عادية present value لأن يوتي إما regular وإما due يعني إما دفعة القيمة الحالية لدفعة عادية وإما القيمة الحالية لدفعة فورية تمام؟ إذا كان القصد يدفع في نهاية الفترات فإن القرض هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعة عادية أما إذا كان القصد يدفع في بداية الفترات فإن القرض هو عبارة عن القيمة الحالية لدفعة فورية طيب نحن نذكر أن present value annuity regular تساوي PMT مضروبة في المقدار 1 ناقص 1 زائد معدل الفائد الدوري R للقوة ناقص N اللي هو عدد الدورات مقسوما على R إذا كانت الأقصاط في نهاية الفترات عبارة عن دفعة عادية فإذا إذا أردنا إعادة تسمية متغيرات هذه الصيغة منقول القرض يساوي القصد الدوري مضروبا في 1 ناقص 1 زائد R مرفوع على القوة ناقص N مقسوما على R إذن القرض هو هذا المقدار طيب طبعا في الواقع العملي في الواقع العملي القرض قيمة معلومة ليش؟ لأنه في العادة المدين يذهب للبنك ويعلم كم هو المبلغ الذي يريده يعني هو يعلم حاجته فالقرض قيمة معلومة تمام؟ الفائدة أيضا أو معدل الفائدة قيمة أيضا معلومة ليش؟ لأن البنك يعني يعلم بأن معدل الفائدة الذي سيقرض عليه الزبائن هو قيمة محددة وقيمة يعني مسعرة ومعلومة من قبل البنك فإذن القرض معلوم معدل الفائدة معلوم كذلك الزمن أو عدد الدورات هذا أيضا معلوم لأن المدين يأتي فيقول أنا أريد مثلا مبلغ 100 ألف ريال وعلى أن أسدد على خمس سنوات مثلا أقصاط شهرية فإذن خمس سنوات أقصاط شهرية خمسة في اتناعش تمانية واربعين شهر هذه بتكون من المعطيات كذلك معدل الفائدة البنك يعلم مثلا 12% سنويا أو دوريا أو شهريا تمام فهذه القيم بتكون إيش؟ معلومة إذن القيمة المطلوب حسابها في هذه الحالة هو القسط طبعا الصيغة السابقة اللي بيناها وهي صيغة القيمة الحالية لدفعة عادية يتم قلبها تماما هي مقلوب لاحظ PMT كانت من المعطيات الآن هي قيمة مجهولة تمام PV اللي هي كانت القيمة المجهولة التي يتم حسابها الآن قيمة معطاة طبعا الصيغة هي تماما عكس أو مقلوب صيغة القيمة الحالية present value لا أنيوتي regular تمام PMT تمام مضروبة في المقدار واحد ناقص واحد زائد R للقوة ناقص N على R لاحظ هذا المقدار تماما هذا المقدار تماما هو مقلوب هذا المقدار وطالما أن هذا المقدار هو عبارة عن قيمة جدولية كما تذكرون من جدول القيمة الحالية لدفعة لدفعة عادية إذن هذا المقدار هو مقلوب القيمة الجدولية من جدول القيمة الحالية لدفعة عادية طبعا لازم دائما نعرف الرموز PMT مثل ما بينا هي القسط الدوري أو الدفعة الدورية وهي عبارة في هذه الصيغة عبارة عن دفعة عادية يعني في نهاية كل فترة PV هو القرض القيمة الحالية R معدل الفائد الدوري وإن الزمن بالدورات مثال 27 اقترضت شركة مبلغ 100 ألف ريال بمعدل 9% سنويا ولمدة ثلاث سنوات المطلوب احسب القسط السنوي الذي ستدفعه هذه الشركة سدادا للقرض وفوائده إذن PMT مبلغ سنوي تمام معدل الفائدة 9% سنويا تمام الزمن عدد الأقصاط والزمن ثلاث سنوات إذن المعطيات كلها متوافقة طبعا إحنا مبدئيا سوف نحسب القسط السنوي ومن ثم يعني نعود لقضية جدول الاستهلاك نبين شو معنى استهلاك القرض وكيفية إعداد جدول الاستهلاك خلينا نبدأ بحل المثال طبعا دائما التأكد من المعطيات مثل ما بينا فريزنت فاليو 100 ألف ريال 9% سنويا هذا ريت وإن اللي هي ثلاث سنوات طيب PMT نطبق عليها الصيغة تساوي PV اللي هو القرض مضروبة في 10% هذه عبارة عن ريت المعدل السنوي هذه عبارة عن ريت المعدل السنوي هذه للقوة ناقص N اللي هي الزمن حسب القانون اللي بيناه قبل قليل طبعا الناتج تمام الناتج ممكن احتسابه بطرق متعددة لكن أسهل وأقصر طريق أنه احنا نستعمل جدول القيمة الحالية لدفعة عادية تحت 10% مقابل ثلاث دورات فسنحصل على القيمة الجدولية 2.53 احنا لا نريد القيمة الجدولية وإنما نريد مقلوب القيمة الجدولية ولذلك المقدار 10% على 1 ناقص 1 زائد 10% للقوة ناقص ثلاثة هذا المقدار هو عبارة عن مقلوب هذه مقلوب القيمة الجدولية من جدول القيمة الحالية للدفعات العادية تمام فمناخذ القيمة الجدولية بنقلبها 1 على القيمة الجدولية إذن لاحظ أن المقدار هو مقلوب القيمة الجدولية من جدول القيمة الحالية لدفعة عادية تحت المعدل 9% ومقابل الزمن ثلاث دورات الحل بسيط عشر آلاف أو عفوا مئة ألف مضروبة في مقلوب القيمة الجدولية مقلوب القيمة الجدولية طلعت فاصلة 395 أضرب مئة ألف الناتج هو عبارة عن 39500 وخمسة ريال وسبعة واربعين هذا بالنسبة للمطلوب ألف ترجمة نانسي قنقر